بصوا بقى احنا من عندنا عارفين او عارفنا شوية كواليس رقم 10 عارف شوية كواليس من اللي دارت في اجتماع اتحاد الكرة مع كالوس كروشي النهاردة الجلسة اللي كان سبقها جلسة بين اعضاء اتحاد الكرة وكل واحد رأيه فيما يخص موقف كالوس كروشي بغض النظر عن التفاصيل بس اقول لكم شوية حاجات مهمة حصلت على سبيل المثال ان في عضو مهم في اتحاد الكرة مش عايز احد اعضاء الجهاز الفني مع كروشي يكمل واحد من الاعضاء اللي موجودين في اتحاد الكرة في او عنده رفض لبقاء احد اعضاء الجهاز الفني ومش اقول لكم اسماء دلوقتي لحين حسم الامور الامور دي اصلا ممكن يحصل ايه يحصل قرار جماعة من اتحاد الكرة ان الراجل اللي موجود في الجهاز الفني ده يكمل فيبقى عمالنا قلق وخلاص بس ده بقول لكم كواليس يعني في الاجتماع الغرف المغلقة بيبقى كل واحد عنده رائش في النهاية في قرار رسمي هيطلع مستقبلا كمان مسؤول في الاتحاد عرض تولي مدرب ونجم شهير انه يدرب منتخب مصري يعني في واحد قال انه في اسم او مدرب موجود دلوقتي في الكرة المصرية عرضوا انه هو المديل الفني لاتحاد الكرة بقى الاعضاء رفضوا وتحفزوا جدا على الاسم ده واحد من المدربين الموجودين في الدوري المصري جي الجلسة طيب تعالى نروح بقى للجلسة اللي كانت مع كروش وشوية تفاصيل مهمة جدا اولها ان كالوس كروش طلب زيادة مرتبه بنسبة 20% في الوقت اللي مجلس اتحاد الكرة عرض 10% زيادة فقط وكمان في شبه اتفاق بين كالوس كروش ومجلس الجبلية على عقد المدة سنتين همنتكلم في سنتين وزيادة 10% حسب ما هيتفقه في الفترة اللي جاية كروش كمان لمح انه عايز فينجادا يكمل كمدير فني الاتحاد الكرة عشان هو شايف ان استمراره مهم للتواصل بينهم لتحقيق استفادة للكرة المصرية كالوس كروش خرج من الجلسة وهو شبه متفق مع اتحاد الكرة على التجديد لمدة سنتين كروش ما تكلمش خلال القاعدة في اي تغييرات تخص الجهاز المعاون اتحاد الكرة بعد الجلسة اللي اقيمت بين كالوس كروش وجمال علام وكابتر محمد بركات والاستاذ وليل العطار طلع او اتحاد الكرة طلع بيان رسمي قال فيه ان كروش قدم تقرير عن مباراة السنغال وانه تم الاتفاق معاه على منحه راحة سلبية والسفر الى بلاده طيب هرجع تاني بسرعة للي قاله استاذ قابل كومي قال حاجات مهمة جدا قال ان عقد كالوس كروش هنتهي في ديسمبر مش مع نهاية تصفيات كاس العالم كما قيل ده واحد اتنين انه فيه اتجاه كبير جدا او اتفاق بين كالوس كروش والتحاد الكرة على تجديد التعاقد وقال كمان انه الراجل هيكمل الفترة اللي جاية وهيبقى ليه حرية اختيار الجهاز المعاون دي ابرز مقاله الاستاذ اعهاب الكومي عدو اتحاد الكرة المصري كالوس كروش يبدو انه يكمل مع منتخب مصر الفترة اللي جاية والفترة اللي جاية هتقول تفاصيل التعاقد وبقاءه مع منتخب مصر